كان يوما ما صرحا طبيا يعد الاكبر والاكثر تطورا في محافظة الانبار ذلك هو مستشفى الفلوج التعليمي الذي دمر بنسبة وصلت الى 50% بسبب المعارك التي شنت على الارهاب قبل استعادة السيطرة على المدينة غرفة العمليات وصالات الطوارئ وغيرها باتت معطلة بالكامل مما حدى بالاهل الى حمل مرضاهم الى امكنة اخرى لتلقي العلاج واليوم وبعد جهود حثيثة تمت عادة اعمار المستشفى على نفقة منظمة اليو ان دي بي وتجهيزها وافتتاحها امام المواطنين بحسب خضير شلال مدير صحة الانبار جهزنا مستشفى الفلوج من القبل من موازنة تشغيل الى دار صحة الانبار ومنها جهاز الرنين مغناطيسي وجهاز المفرس الحلزوني واجهزة اللابروسكوب هي الاجهزة الاجراء العمليات الجراحية عن طريق الناظر واجهزة الانعاش الرياء والعناء المركزة والاجهزة الباقية اللي يحتاجها من مستشفى الفلوجة ايضا لدينا قائمة اخرى عن طريق محط الانبار سوف تصل قريبا الى مستشفى الفلوجة والحمد الله هذا يكفي لمستشفى الفلوجة ويغطي لكل المرضى اللي تحتاجها سواء موجودين في القرمة او في العامرية او المناطق المحيطة لمستشفى الفلوجة ان شاء الله بعد اعمار مستشفى الفلوجة وتجهيزها طلب اهالي الرمادي بعادة اعمار مستشفاه الوحيد والذي دمر ايضا بسبب الارهاب ولم تمتد له يد منذ اربع سنوات هسا احنا نريد من مسؤولين اهل الرمادي يجهزون المستشفى هذاني لان الفقار اين يرحون احنا مواطنين من مدينة الرمادي احنا شفنا مستشفى الفلوجة انه عادت اعمارها وايضا دخلت لها احدث الاجهزة بداخل هذه المستشفى احنا نطالب الحكومة المحلية الحكومة المركزية انه ينتبهون على مستشفى الرمادي مستشفى الرمادي صار لها تقريبا اربع سنين من اتحررت مدينة الرمادي لحد الان انه ما تم اعمارها ولا اجدت بيها اجهزة فنطالب الحكومة انه يجبون بيها اجهزة حتى ليش نروح على مستشفيات اهلية والروح لبقية المحافظات ولا زالت عمليات البناء والاعمار تسير بخطة بطيئة في المناطق المحررة من الارهاب ولا زال اهالي تلك المناطق ترنع عيونهم الى بزوغ فجر الاعمار والبناء على الرغم من كل المعاوقات